وسبحان الله رغم انه 7 اكتوبر رقم 7 يدل على علامة النصر الا انه رقم 7 النهاردة يدل على الموت ويدل على الضمار ويدل على الابادة ويدل على العجز والصمت الدولي المريب والعجيب تجاه العدوان الاسرائيلي المستمر لمدة عام بالتمام والكمال على اشقاءنا في غزة النهاردة 7 اكتوبر بتحل الذكرة الاولى لهجمات توفاد الاقصى التي قامت بها حماس ضد اسرائيل ومن بعدها عينك ما تشوف الا النور بالبلدي كده عينك ما تشوف الا النور والحياة الواحد مش مصدق مش مصدق انه مرت سنة السنة عدت على العالم كانها سنية السنة عدت على العالم كانها سنية بس طبعا عدت على اطفالنا ونسائنا وشيوخنا وابطالنا في غزة كانها قرن كامل كانها ميت سنة وسنة لان محدش يحس بالعذاب ولا بالضمار ولا باليوتن ولا بالقهر ولا بالظلم ولا 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 الا الا اللي بتحرق فيه الا اللي بتعرض له اما بقيت الناس فالاحداث والاجندة والايام واليوميات بتعدي عليهم منور الكرام من يقول ان سنة عدت على المذبحة اللي كانت وما زالت مستمرة في غزة وسبحان الله اسرائيل لم تشأ لم تشأ انه يمر الذكرى الاولى وتخلي الفلسطينيين في غزة حتى يشموا نفسهم يقولوا حتى اللي بينهم عايز يحتفل بذكرى الطفان الاقصى للهجمات قال لهم مفيش فرصة في الذكرى الاولى للهجمات حفكركم بالموت حفكركم بالدمار حفكركم بيه الاطلال حفكركم بيه الحياة التي يجب الا تعيشوها يا ايها الفلسطينيون هذا هو لسان حال اسرائيل وجيش اسرائيل سنة مرت بالتمام والكمال والعالم كله رفع ايده العالم كله رفع ايده مش انا اخر اخر مساهمتهم دلوقتي انهم بيقولوا مش انا اما المين ده نتانياهو جنة جنون نتانياهو محدش قادر يوقفه يا سلام محدش قادر يوقف نتانياهو حتى امريكا التي تتشدق بحقوق الانسان والحريات والحفاظ على الارواح وبكش في بكش كلام في كلام كلام في كلام سنة عدت وصراخ الاطفال ما زال يملأ الافاق سنة عدت وعويل النساء ما زال يملأ الاذان سنة عدت واطلال الحجارة تعلن تعلن انتهاء الحياة لم يعد في شيء اسمه غزة زمان وقت ما كان بما فيه بعض الضربات الاسرائيلية على القطاع غزة كنا بنقول دايما احنا عايزين نصل الى وقف اطلاق نار عشان نبدأ في ايه في اعادة اعمار غزة اعادة الاعمار مصطلح ينفع لما يكون في حاجة اتكسر منها حاجة اتاخد منها حاجة نقص منها حاجة فيرجع نعمل اعادة اعمار لكن لما تكون حاجة ابيدت عن مقرة ابيها لما يكون في مدينة اتساود بالارض لما ما يبقاش في حاجة اسمها غزة يبقى احنا مش قدام مصطلح اسمه اعادة اعمار غزة علينا ان احنا بقى نتكلم عن انشاء مدينة غزة من اول وجديد اعادة تكوين لمدينة غزة لانه للأسف الاحتلال الاسرائيلي وقالت الحرب الاسرائيلية الوحشية العدوانية نجحت في ان تجعل ارض مدينة غزة ارضا لا يمكن الحياة فيها مستقبلا وبالمناسبة ده واحد من اهداف نتنياهو الخفية التي لم يعلن عنها في بداية هذه الحرب منذ سنة من يوم 8 اكتوبر اللي فات نتنياهو بكش علينا وبكش على العالم كله لما طلع يوم 8 اكتوبر وقالك احنا تعرضنا الهجوم احنا هنبدأ حرب من اجل ثلاث اهداف ايه هم اهدافك يا عم نتنياهو واحد تحرير الاسرة تحرير الاسرة سمعت انت خلال الشهور الاخيرة دي كلمة من نتنياهو عن اسيري واحد ربنا عن انه الاسرة مقطعين في قلبه شوية ولا الهوى ولا كأن في اسرة اسرائيلين عند حماس ولا الهوى اخر همه ما بيكلمش فيهم رغم ان داخل اول هدف قالك لن نترك اسرانا اسرة عند حماس يوم واحد وحنضرب بشدة عشان نستعيد الاسرة كل اللي رجعهم مش عارف كم اسير اللي عند حماس مش عارف ليقولك اكتر من 200 وشوية اربعة كل اللي رجعهم اسرائيل اربعة بالحركة المخابراتية اللي حصلت من حوالي شهرين ونص ثلاثة اربع اسرة اخرهم بخلافة 13 طبعا اللي طلعوا من شهور ده بصفقة التبادل اللي حصلت بموافقة حماس لكن اسرائيل كل اللي رجحت فيه استعدتوا اربعة ومع ذلك سكتم بكتم محدش في اسرائيل بيجيب سينة الاسرة كأن اسرائيل خلاص تنازلت عنهم الهدف التاني قيادات حماس والحقيقة ان قيادات حماس موجودة والشعب الفلسطيني هو اللي بتقتل قيادات حماس مستخبية والنساء والاطفال الفلسطينيين هم اللي بيدفعوا التمن بدليل ان الشهداءهم هم الاعلى رقما في قائمة الشهداء الاطفال والنساء الأعلى رقما في قائمة الشهداء الفلسطينيين بقى انت م بتدورش على قناة حماس انت بتضرب عمياني انت مدميت شعب انت بتعمل مدحة بتجهز على شعب فكذب تاني لا كذب تاني لا اما الهدف الذي لم يقولوا نتنياهو هو اللي عملوا بقى وهي ابادة شعب وتسوية مدينة بالارض عشان بعد كده حتى لو عايزين يعملوا اعادة اعمار ميلقوش حاجه يعمروها ميلقوش حاجه يصلحوها حليني بقى حليني على ما نبني مدينة من اول وجديد ونعيد سكانها فيها يكون ربنا حلها على الناس كلها شفتوا الفكر الشيطاني بتاع نتنياهو ومجلس الحرب الاسرائيلي طول الوقت اللعبة التي تجدها اسرائيل بامتياز من سنة 48 لحد النهاردة بارعة في هذه اللعبة اللعبة اسمها ايه لعبة بص العصفورة بص العصفورة اللعبة اللي كان ابهاتنا وامهاتنا بيتحكوا علينا بيها واحنا صغيرين يقول لك بص العصفورة عشان يلهونا عن الحاجة المهمة اللي هم عايزيننا بعملها ما تيجي تاكوت حقنا يقول لك بص العصفورة فانت تبص يقول الدكتور شكك يقول لك ايه ايه رأيك بقى في اللعبة العلوة دي اسرائيل بتعمل معنا كده بالزبط بص العصفورة هجباته فاضل اقصى انا اتضربت انا بيعلن عليها الحرب انا وجودي في خطر ايه وعن نفسك اوب امريكا بتاع ادوني فلوس ان دوني سلاح هروح ادمر بتاعه وكله مقى وراه ثم انا رايح وانا اولاد اللذين انا اسموهم حماس ثم نفاجأ ان القصة مش حماس نفاجأ ان القصة الشعب الفلسطيني مدينة غزة بص العصفورة طب يا عم قصتك مع حماس ايه علاقة بقى اللي بيحصل دلوقتي في لبنان الحرب الشاملة مش ضربات مش اجتباكات مش حرب شاملة اسرائيل عملها دلوقتي في لبنان برا وجوان والنهاردة القوات الاحتلال بتقول ان من بكرة الاساطيل والسفد الاسرائيلية هتبتدي تستهدف مقرات حزب اللامنة البحر يعني حيبقى برا وجوان وبحرا ولبنان لا حول له ولا قوة لا حول له ولا قوة ليس له الا رب يحميه باستفرد اسرائيل بلبنان تحت مبرر استهداف مقرات وقيادات حزب الله وبتضرب لبنان كلها كلها وبيتقال ان بكرة كمان اسرائيل بتستعد لشان هجوم وغزو بري تاني على للداب